السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم باذن الله بنتعرف كيفية تصدير ملف البيدي ملف الانديزاين الى بدي اف بدون اخطاء او بدون تخرب بعض الخطوط انا طبعا اليومين تعبت عشان اعرف كيف كيف اني اخرج العمل بدي اف بدون ما اضطر اني اغير خط او اني يعني يخرب او ما يكون بشكل شريم طيب احنا ما بنعمله اكسبورت اللي هو المعروف لا اول شي بنروح فايل طبعا نكون حظين العمل بعدين نقول لا برنت او برنت برزت مثلا نختار برنت برزت وديفورت هنا رسالة هاغي نقول اوكي طيب هنا البرنتر خلى اللي هو بوست سكريبت جميل وتروح تقول لا السهب مثلا خلينا نسوي مجلد نقول تست المعروف المعروف هو مجلة يعني المجلس نقول اكريت الفوردر والملف نسميه pdf save طبعا الباقي ما بيحفظ pdf طبعا هذا للنظام الماك فقط طريقة هذي ما جربت على الويندوز إذا توفر لي وقت يعني بأجربها بإذن الله على جهاز الويندوز طيب بعد ما يحفظ نروح للمجلد اللي عملنا اللي هو كان اسمه ونحفظناه خلينا نشوف فايل ديسكتوب طيب ما في مشكلة وحفظ لي هنا بداخل مجلد الفاينال في هذا المجلد طيب هذا المجلد او المنفق بصيغة بي سي بي سي لي حقت الأكروبات طيب في طريقة انك تحولها ببرنامج أكروبات لكن هذا البرنامج ينزل مع الأكروبات لكن ما نفعت معي هالطريقة ممكن أن البرنامج ما هو متفاعل بس ما لدي المشكلة اللي هي تاخذ الملف كده وتنتظر اللي نحول لك إياه أنا عندي جيني خطأ بس ما أدري الآن لاحظ ما ما فبطت لي إياه صار في خطأ أوكي ما في مشكلة إحنا طريقتنا مختلفة بنروح إلى الملف هذا نفتحه بيفتح لنا بالبرنامج أو اللي هو معرض الصور على الماك الآن يحول لنا يعصي نفتحه طيب كده جميل الآن نقول لك كنترول أو عفو كماند اس بحيث يحفظ لي نختار طبعا المجلد والاسم وهنا الفرمات نقدر نختار أي صيغة طبعا يفضل بي دي اف إذا مات بيها ممكن نكتخلي تي آي اف اف أيضا هذه صيغة قوية هنا إذا أردت أنك تسوي باسوارد للملف طبعا أنا ما أبي باسوارد خلاص نحفظ كده نقول للسيد حفظ لنا إياه في نفس المكان ننتظر شوي هذا هو لو نفتحها بيفتح لنا إياه برنامج البي دي اف لاحظوا كيف هذا الملف حفظ لنا بصيغة عالية لو بنقول نكبر لين بكرة لو نخليها لاحظ وحسب على جودة الصور أنا يعني حط صور جودتها تقريبا عالية لذلك ما خربت معانا مهما كبرنا يعني لاحظ أتمنى يكون الدرس أجابكم لأن صراحة يعني تعبت جدا جدا عشان ألاقي الطريقة أو أني أصدر إلى بي دي اف سهرت يومين كاملين لأنه مطلوب مني قدم سهرت أمس قبل أمس أحاول عدد عليه أتمنى يكون أعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله الك巧 شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر